ضمانات هذه الانتخابات اتكلمنا عن الاشراف القضائي وانه ازاي المواطن المصري يثق في قضائه ويشعر انه يعني العملية تسير بنزاهة وحيدة يعني بشكل كامل ايضا هناك فتح الباب لكل الاعلاميين والوسائل الاعلامية لمنظمات دولية لمتابعة العملية الانتخابية عندنا اكتر من 42 منظمة دولية مراقبين ومتابعين ومنظمات محلية ايضا شايف اهمية التأكير على هذا الجانب ازاي فانت انا الحقيقة في بعض وجهات النظر انه مكناش محتاجين حد يبص على العلينا لكن احنا الحقيقة النهاردة بنقول احنا مبسوطين جدا لوجود ال42 جهب لان برضو الناس دي لما بتتكلم وبتقول رأيها وبتقول ملهاش مصلحة بتقول الحقيقة فكون انه هم النهاردة طلعوا كمان امبارح تقريبا من ايطاليا او طلعوا بيان والجهات الاخرى طلعت بيان بتؤكد على حيادية العملية الانتخابية فجير سالة للعالم من العالم لصالح العملية الانتخابية في مصر والحقيقة اشراف القضائي مع وجود المنظمات اللي بتبص على الانتخابات مع وجود الاعلام اللي جاي من الخارج ويطلع البيان ده ده حاجة حضرك ممتازة جدا لصالح العملية الانتخابية وصالح المصريين وعشان كده كمان بنقول اللي جاي افضل صح اللي جاي افضل للكلام ده وخلال كمان الساعات اللي جاية دور مهم جدا لوسائل الاعلام لانه مع غلق صندوق الاختراع ستنائب بيحصل عملية الفرز وعملية الفرز بيتم متبعتها من وسائل الاعلام وده ايضا بيدي نوع من الشفافية بشكل كبير داخل كل اللي جان بعد الغلق مباشرة تبدأ عمليات الفرز في اللي جان الفرعية ثم ترفع المحاضر الى اللي جان العام دور مهم جدا اسمح لي عايز اأكد على حاجة في الجزئية احنا شفنا النهاردة وامبارح واول امبارح اللقاءات اللي بتتم عبر زوم مع الساد المستشار في الغرفة المركزية في الغرفة المركزية مع الساد القضاء في المحافظات وبيتطمن على الحالة وبيتطمن على الامور ايه وحملية واضحة قدام الكل يعني التلفزيون والشاشات نقلاها بمنتهى الشفافية والحيادية شفنا كمان الكلام ده بيدي طمأنينة للناخب وبيدي طمأنينة للشعب كله يعني النهاردة مسألة الاعلام ومسألة ان احنا بنشوف الكلام ده قدام عينينا والفارز اللي هيبقى قدامنا بالكامل كل الكلام ده كله بيوصلنا في النهاية الى ان الصوت بتاع الناخب في محله وهو اللي يحدد مستقبل مصر في القاضي المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات كان ليه تصريح مبارح وتحدث انه يعني دي اول انتخابات تشهد يعني مشاركة غير مسبوقة وتحدث انه النسبة وصلت الى ما يقرب 45% نحن بتحدث عن كتلة انتخابية تصل الى 30 مليون ناخب لوحد كلمنا انه ما له حق الانتخاب حوالي 67 مليون ده رقم يعني غير مسبوك ويعتبر حتى من المؤشرات الاولية اقراع ان المواط المصري الوعي عنده اختلف بقى اعلى المواط المصري اصبح حريص جدا على بلده المواط المصري حريص قوي على الامن والامان المواط المصري حريص قوي على ان استمرار الامن القوم المصري والدور المهم اللي بيقوم بالقوات المسلحة في حماية الوطن فالحقيقة كل الكلام ده كله بيأكد على اللي سياتك قلته